القلاع هو تقرحات سطحية متناسرة متكررة مؤلمة موجعة كثير بالفم الجدار الداخلي للفم الشفتين اللسة الشفاة وقد يصيب مناطق تانية ما رح نحكي عنا ولكن هون عم نحكي عن القلاع الفموي ما بتسببه الفطريات هو خلل بالجهاز المناعي يشعر المريض بالتهيج بالحرارة قبل ظهور التقرحات بيوم كامل وقد يشفى القلاع خلال عشرة أيام وقد يستمر إلى أربعين يوم ممكن يزيد عن العشرة أيام وعند الإصابة بهذا المرض يستحب الابتعاد عن تناول الفواكه المجففة الفريز العناب الأجفان الصلبة عادةً أعراضه هو حمرار وتورم في الأغشية المبطنة للفم آلام خصوصاً أثناء الأكل وصعوبة في البلع ممكن يصير رائحة كريهة للفم تقرحات والتهابات في الفم والتشققات ممكن تتطور أكثر ممكن يترافق مع أعراض أخرى قد تكون تابعة له ممكن تتطور لتشكل بقع قشدية بيضاء وممكن يحس بصعوبة بالتدوق الأشياء يتغير طعم الأشياء وممكن يحس بضعف بالجسم كمان لأنه ما بياكل وممكن يحس بجفاف بالفم الأسباب وعادةً بالمجمل ضعف بجهاز المناعة نقص فيتامين بي 12 وحمد الفوليك الحديد الزنك أنه حاس نقصه انتهاب الكولون المستقيم انتهاب مزمن بالأمعاء والقرحة القلق والإجهاد أدوية الضغط المرتفع وأدوية مصبتات الكالسيوم الترسبات الكلسية على الأسنان في أسباب وراسية والبيروسات والجراسيم والفطريات الوقائية يستحد عدم استخدام معجون الأسنان محتوي على سلفات السوديوم متابعة صحة الفم والأسنان واللسان استخدام المطهرات في الفم تجنب فرشات الأسنان الخشنة تناول لبن طازج التوقف عن التدخين ضبط مستوى سكر الدم استعمال السواك لتطهير الفم العلاج عادة بالمجمل النظافة وتنظيف الأسنان ومستخدام الفرجات والناعمة تكون المعجون المضمضة بالماء الدافئ استخدام السواك لتعقيم الفم والأسنان في أشياء ممكن تكون طبيعية تستخدم رح أحكي عنا بالفيديو البعد